اعلن انور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الامارات العربية ان مشاركة قوة بلاده في الحرب الدائرة في اليمن انتهت عمليا بعد ان خسرت الامارات ما يناهز 52 جنتيا لها في العمليات ضد الحوتيين في اليمن في اكبر خسارة لاحقت بالجيش الاماراتي على مدار تاريخه من جانبها الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة قال على حسابه الرسمي على موقع تويتر نرصد الترتبات السياسية ودورنا الاساسي حاليا تمكين اليمنيين في المناطق المحررة قالت وزارة الدفاع الروسية ان النظام للتهدئة سيطبق لمدة يومين في مدينة حلب السورية بمبادرة من موسكو ابتداء من اليوم الخميس ولم يحدد البيان الجهة التي ناقشت معها روسيا قرار الهدنة التي تستمر يومين يأتي هذا الاعلان عن وقف اطلاق النار بعدما حذر وزير الخارجية الامريكي جون كيري روسيا والرئيس السوري بشار الاساد من مغبة عدم احترام وقف الاعمال القتالية الى ذلك نقلت وكالة انترفاكس الروسية للانباء عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخايل بوجدانوف قوله ان روسيا تريد وقفا لاطلاق النار طويل الامد في مدينة حلب السورية اعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI انه استجوب نور سلمان زوجة منفذ اعتداءات اورلاندو وانها قد تواجه تهما جنائية اذ ثبت تورطها في الجريمة وذكر مصدر في جهة انفاذ القانون ان الزوجة قد تكون على علم بمخطط زوجه وذكرت شبكة CNN الإخبارية ان ممثل الادعاء يعتزم تقديم دليل لهيئة محلفين لتحديد امكانية توجيه اتهام لنور سلمان اشتركوا في القناة